الموضوع المبهج بقى في عالم الرياضة بعد فوز النادي الاهلي بكاس السوبر شفنا فرح في شوارع مصر القديمة الفرح ده كان السبب فيه هو كابتن كهربا محمود كهربا بشكل مبهج جدا عمل عزومة للعيبة النادي اللي نزل الاهالي يحتفلوا معاهم والاهالي وده كان شكل الفيديو المبهج اللي اتنشر وكان حديث القاهرة الرياضي بامتياز دي اللي قطات لعيبة النادي الاهلي بصراحة واضح انه ندفع فلوس كتير في هذه العزومة يعني خلينا نقول ان زادوا كم كيلو وعايزين نحطوهم على الميزان بعد هذا الاكل اللي واضح انه ما كانش رياضي على رأيي الاستاذ محمد هاني بيقول اكل غير رياضي خالص لكن حالة الفرحة اللي كانت موجودة هي حالة مبهجة بصراحة يعني واحنا فرحانين بكاس السوبر وكابتن كهربا عامل حالة خاصة مع العيبة النادي الاهلي وبالمناسبة دي اكلة مبارح اللي بعدها النهاردة سافر البعثة بتاعت النادي الاهلي لتونس احنا بنتمنى لهم يكونوا موفقين ان شاء الله في المطش الجاي مع الترجي يوم الجمعة اللي جاي اداء مميز مستنيين منكو كتير بعد الفرحة دي هايل لكن انا لفت نظري في الفيديو بس ودي رسالتي لكابتن كهربا انت بتقول ما بقاش فاضل معايا غري 2 جنيه دوب يكفوني بكرة اللي هو النهاردة اللي سافرتي فيه العزومة دي تكلفت كان بالزبط من الارقام اللي اتقالت ها يعني 15 مليون عرفنا قيمة العقد 15 مليون اللي 2 جنيه بالهانة والشفا طيب